من جهة أخرى التقى صاحب سمو الشيخ محمد بن زيد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم بريتا ماكوغورك النائب مساعد الرئيس والمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على همش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2022 الذي بدأت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعرض وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والسبول تعزيزها ورحب الجانبان خلال اللقاء بتوقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زيد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس المكتب التنفيذي لأبو ظبي وسمو الشيخ أحمدان بن محمد بن زيد الانهيان ومعالي شيخ محمد بن حمد بن طحنون الانهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناع والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي يوسف مانع الاعتابة سافير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة